في تمام جينرالي اللي عندك في معتمد على تلات نقطات اساسيين. الابروتش ده تقدر تسميه ممضوح تمام? لان مش هتلاقي حد متكلم عليه او مش هتلاقي حتى كتاب مكتوب فيه بالشكل دوت. تقدر تسميه ممضوح ابروتش من دلوقتي. ممضوح ابروتش ده يقول لك ايه انا عندي فيه تلاتة ايدي عليهم وانا بتعامل مع المريض بتاع الهايبرثيروديزم. رقم واحد. رقم اتنين. الهرمون البروفايل رقم تلاتة. لان انا قلت لك في الاول في الاساس ايه? ان هدفك الاساسي هو موصل لنين? هو وصول اللي تسبب فيه كل الاحداث اللي قدامك دي. فانت وانت بتذاكر الهايبرثيروديزم او الهايبرثيروديزم تمام? هتلاقي عندك فيه تلات كلمات اساسيين اتبانى عليهم السيناريو بتاعك في السؤال او اتبانى عليك انفهم الاساسي او اتبانى عليهم فهمك الاساسي للموضوع ده. رقم واحد يعني البيشنت ده جاي بهيستري شكله ايه? وجاي بكلينيكال مانفستيشنز عامل ازاي? ده نسموه ده تاني حاجة الهرمون البروفايل اللي هو بيؤكد مين? بيؤكد كلامنا او بيؤكد السنس بتاعنا. انت اما بتقرأ سيناريو مسلا يجي يقول لك عيان عنده ديارية مع 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 هتقول ان عيان ده عنده ولكن مين اللي حيداعم ويؤكد هذا التخميل اللي حيداعم ويؤكد هذا التخميل هو مين? هو التحليل اللي بتعمله. السيروات بتاع العيان بتاعك. بعد ما بتعد مرحلة مع الهرمون البروفايل بتتوقف عند لحزة وتقول هنا ساسكت قليلا ليه? عشان تنتظر الكلمة. كلمة ادى وردة كله. ادى اشوائي وحنيني. كلمة زيك وانت زيك مين? كلمة 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 الحب الحزين اللي هي بيجي لك تقول لك ايه? السبب الاساسي اللي سسبب لي في كده. هتلاقي دي هي الكيوورد اللي بتوصلك للديجنوزز. هي اللي بتشتم بالخدم المثلاقية على كل كل الكلام اللي حصل? وفي الاخر هي دي كلمة اللي تبنى عليها السيناريوو والتبنى عليها السهيل. الكلمة دي تختلف ازا كنا بنتكلم على ديكوارفن انا بنتكلم على ريدرز. بنتكلم على جرييفز. بنتكلم على تكسيك مالت نتودي ولا والسليتري وساه Personal بتختلف من هنا لا هنا لا هنا ازا هدفك الاساسي ومحطتك الاولانية هدفك الاساسي ومحطتك الاولانية فيه التعامل مع. الهايبرسيروديزم ان انت تبصل لدينا صديقي العزيز ان انت تأكد لي ان انت يعني عندي في وعندي ثم تضيف عليهم مين? تضيف عليهم اللي بتختلف من تاني. لو وصلت عند هزين نقطة وفهمت الكلام اللي انا بقوله لو استوعبته كل اللي جاي هيبقى في منطقة البساطة. كل الهجائra هيبقى في منطقة السهالة. كل المجال هيبقى في منطقة سهولة. كل المجال هيبقى فيه كل المجال اليج'M هيبقى في منطقة ايه? منطقة الجميع. تمام? فمهم ليه لك تبقى فاهم عشان كده انا بقول لحضراتكم دايما الفهم سم الفاهم سم الفاهم العقل سم العقل سم العقل المنطق سم المنطق سم المنطق هو ده الاساس اللي تبني عليه terrific بتاعك للبطنة بشكل عام وليس իكgame بشكل صحيح. هلو الكلام؟ طيب. انا زي ما قلت لحضرتك اللي في عندي في بيكون موجود قدامك في البيشنت ده زي دي كلمة مهمة جدا تعطيها برقصين زي اللي بتبقى موجودة قدامك في البيشنت ده قصص دي كلها بدون الدخول في تفاصيلها في الوقت الحالي هتلاها مشروحة عندك في المهاضرة بشكل تفصيلي اكتر من كده ولكن الغرض ان انا وصل لك ليه? ان انا وصل لك انه دي من سميع هتلاقي السيناريو بتاع يجي يقول لك المريض ده عنده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كلهم من كلهم من البروفايل اللي موجود قدامك ده. انت هتبقى الخطوة تانية ليك ايه? ان انت تعمل سيروات بروفايل او هو هيقول لك في السؤال ان المريض ده تعمله سيروات بروفايل. طب كان نتيجة ان المريض ده تعمله سيروات بروفايل اللي كان عندي ايه? كان عندي دي معناها ان العين ده عنده بمنتهى البساطة. بمنتهى البساطة. اذا انت جمع عندك اتنين حتى الان من بتاع رقم واحد رقم اتنين انت دلوقتي تقدر تقف بمنتهى الثقة ومنتهى القوة ومنتهى القفاءة وتقول ايه? وتقول ولكن هل ده كافي? لا ده مش كافي ليه? لان انت دايما لازم تدور في ما وراء الهايبر سيرواتيزم. من هو السبب في الهايبر سيرواتيزم اللي حصلت دي? عشان كده هي يجي ساعتها ندور من يدور شايفين كده اللي قدامك دوات جدول مليان جدول في منتهى القبحر مليان اسباب كتيرة ليه